تشارك وزارة أدخلية في المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان حيث وجهت قوافلة من السيارات المتنقلة لتقديم خدماتها الجماهيرية للمواطنين بكافة المحافظات بداية مبادرة رئاسية تهدف لبناء الإنسان المصري من خلال تعزيز الجهود والتنصيق بين الوزارات وكافة جهات الدولة لتحقيق مستهدفات المبادرة وفي مقدمتها جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وانطلاقا من حرص وزارة الداخلية على المساهمة في تحسين جودة حياة المواطنين تشارك الوزارة في مبادرة بداية من خلال توجيه قوافل من الخدمات الجماهيرية إلى كافة المناطق على مستوى الجمهورية بخاصة نائية منها بما يحقق المردود الإيجابي من المشاركة في كافة المحافظات أطلقت وزارة الداخلية سيارات الخدمات المتنقلة إلى جميع أنحاء الجمهورية تحت ما ظلت مبادرة بداية برعاية رئيس الجمهورية وبما يمكن المواطنون من الحصول عليها في سهولة ويسرى دون تقايد بنطاق جغرافي محببة نشكر سيادة الرئيس على حملة بداية جديدة للإنسان اللي هو حطت لنا عربيات إلكترونية متنقلة في كل الميادين وفي كل المولات اللي هي بتسهل علينا كلنا استخراج أوراقنا الرسمية أنجزت معي وقت بصراحة أنها جنب شغلي على طول فأنا يدوب خمس دقايق بس فأنا شايف أنها مفيدة جدا جدا حطتش متخائر اللي أنا عاجة أرخص العربية وأفحص كل ده في عشر دقايق رخصة العطل هي بداية لينا هي بداية جديدة حيالينا حياة كريمة مصر جديدة بينا أجيال والخير ملينا العربات منتشرة في كل حتة وبنشكر السابت الرئيس على الحملة الجميلة دي وإن شاء الله تكون بداية جميلة لكل حاجة أيها شكرا مش كفاية شكرا مش كفاية نور جديد كنت البداية تحيا مصر هنعلى بيها إشادة كبيرة من المواطنين بجودة الخدمات الجماهرية التي تقدم من خلال مبادرة بداية والتي تعد نقطة مضيئة وعلى مفارقة لإحداث تغيير جوهري في بناء الإنسان المصري صحيا واجتماعيا وتعليميا وتوفير الخدمات اللائقة له بشكل ميسر وحضاري بوجه الشكر لحملة البداية تحت رعاية رئيس الجمهورية عبدالبتاح السيسي إنها قربت من بيوتنا وقربت لنا الخدمات كلها وسهلت علينا حاجات كتيرة جدا بشكر سيد الرئيس على الحملة الجميلة وعلى وزارة الداخلية والدور اللي بتقديه دايما كده سند للمواطنين وسند لمصر والحمد لله لقينا خدمات جميلة ومتوفرة وسهلة وسلسة حققت الحلم فعنا رسمت طريقة حقيقة هي بداية لينا هي بداية جديدة حياة لينا حياة كريمة مصر جديدة بينا أجيال والخير مالينا حلم أنا شايفة مبادرة بداية حياة جنيلة جدا وإنها بتساعدنا طبعا إن إحنا نتخلص أوراقنا بسرعة ونتخلص حاجاتنا بسرعة وكويس إنها بتكون في الشارع عشان أي حد يوصل لها مساهمة وزارة الداخلية في مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان المصري من الدور الإنساني والاجتماعي الذي تنتهجو الوزارة وتكامله مع جهود الدولة لتحقيق حياة كريمة لكافة المواطنين اشتركوا في القناة